ثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اختتم حزو حماة الوطن بدميات فعليات الحوار الوطني حول تمكين صناعة وتشجيع المنتج المحلية وذلك بحضور عدد من قيادة الحزب والتنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ورجال الدين وتناول الحوار نشر الوعي بأهمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلية كما تم عرض أعمال تطوير صناعة الأثاث التي تتميز بها المحافظة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه نية لوقف الحرب الوحشية ضد أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي في البيت الأبيض وصف بايدن ما يفعله بوتين بأنه مروع حيث يستهدف دور الأيتام والمدارس في أوكرانيا معربا عن ثقته من أن التحالف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا من جانبه أعلن زلنيسكي خلال أول زيارة خارجية له منذ بيضي الحرب أن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي سيعزز بقوة قدراتها الدفاعية أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن المساعدات التي وافقت عليها الولايات المتحدة لمساعدة بلادي في محاربة العملية العسكرية الروسية والتي وصلت قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات ليست إحسانا بل استثمارا في الأمن العالمية وخلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي أكد زلنيسكي أن أوكرانيا حية وتقاتل مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون نقطة محورية في الأزمة والشجاعة الأوكرانية وستحدد مستقبل حرية الشعبين الأمريكي والأوكرانية من جانبها قالت رئيسة الكونغرس الأمريكي نانسي بوليسي إن قيادة زلنيسكي الشجاعة والوطنية التي لا تعرف الكلل ولم تقتصر أيضا على جمع شعبه وحسب بل العالم بأسره ليتحد في طليعة الكفاح من أجل الحرية أعلنت وزارة الزراع الفرنسية أن انتشار إنفلوانزا الطيور تسرع في الأسابيع الماضية في البلاد الذي يعد ثاني أكبر منتج للدواج في الاتحاد الأوروبي مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من النقص فيها وقالت الزراع الفرنسية أن الوضع الصحي لسلالة إنفلوانزا الطيور شديدة العدوى HBAI في فرنسا تدهور منذ أغسطس الماضي وتفاقم في الأسابيع الأخيرة وكانت فرنسا قد رصدت زيادة في تفشي إنفلوانزا الطيور خلال الصيف بعد أن شهدت أسوأ موجة من المراد الموسم الماضي والتي تسبب في نفوق نحو 20 مليون طائر أعلنت سلطات الأمنية العراقية مقتلاء وإصابة خمسة جنود من فجار عبوة نسفة في كاركوك وأوضحت السلطات الأمنية أن عبوة نسفة استهدفت عناصر الجيش العراقي ضمن منطقة الزاب الأسفل في كاركوك مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين رياضيا تأهل فريق منشستر يونيتد إلى الدور الربع النهائي ببطولة كأس رابضة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على فريق برنلي بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة وسجل هدفي منشستر يونيتد الدنماركي كريستيان أريكس في الدقيقة السابعة والعشرين والإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة والخمسين وتعد هذه أولى مباراة منشستر يونيتد الرسمية عقب رحيل نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فسخ تعقودهم مع النادي بالترادي الشهر الماضي يدخل فريق ليفربول الإنجليزية المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في العشرة مساء اليوم مواجهة صعبة أمام منشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين وأوضحها المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا أن فريقه يعاني من أزمة نقص عددي حادة قبل مواجهة الريدز مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل